قال رئيس جامعة سهاج مصطفى عبدالخالق أن افتتاح وحدة الغسيل الكولوي الجديدة بمدينة سهاج الجديدة يأتي ضمن حزمة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة أضاف عبدالخالق أن الوحدة سوف تسهم في القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الغسيل الكولوي وأنه بإضافة هذه الوحدة سوف يزيد إجمالي عدد أجهزة الغسيل الكولوي عن 90 جهازا وتم تخصيص أطقم التمريد والأطقم الطبية اللازمة لمتابعة هذه الأجهزة وتيسيري على المرضى هذه الوحدة المتميزة تم تجهزة عدد 32 جهاز غسيل الكولوي النهاردة بنودش أن نفتتح هذه الوحدة ضمن المراحل الافتتاح المرحلي للمستشفى الجميع الجديد يمكن بدأنا منذ 6 أسابيع ونستكمل اليوم على أرض هذه الوحدة المتميزة هذه الوحدة بال32 جهاز الموجودين فيها نستطيع أن نرسل 96 مريض حد أقصى يومياً بالإضافة لحالات الطريقة أثناء فترة الشفت الليلي إن شاء الله ده يمثل انفراجه لحالات الغسيل الكولوي ويمثل أن نحن في سواج إن شاء الله ما يبقاش فيه أي حالات ويتنجلس سواء في مستشفىات وزارة الصحة أو مستشفىات الجامعة بعد انتهاء من افتتاح هذه الوحدة